ناقش أمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبراج مرده في إمكانية اعتماد عدد من المشاريع الخدمية التي تخدم اللاجئين والنازحين والمجتمع المضيف في مديرية دار سعد وإمكانية تحويل المساعدات العينية إلى مساعدات نقدية وفي اللقاء أشاد معاون بدعم المفوضية لبلادنا في تنفيذ العديد من المشاريع في المجالات المختلفة وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المعهد الوطني بمديرية دار سعد من جانبه أكد نائب ممثل المفوضية اللاجئين اعتماد المفوضية لمشروع المرحلة الثانية للمياه والصرف الصحي بمنطقة البساتين البالغ تكلفته مليونين ومئة ألف دولار واعدا بتنفيذ مشروع تأهيل المعهد الوطني بالمديرية